ادفع بالتي هي أحسن السيّة نحن أعلم بما يصفون ولم يقل بالحسنة وإنما قال بأحسن يعني بأفضل أنواع الإحسان ومن هنا فإن المرء ينبغي به عندما يتعامل مع الخلق أن يستشعر أنه يتعامل مع الله جل وعلا ويصبر أيضا على أذى الخلق ويتقرب إلى الله جل وعلا بتحمل أذاهم فلا يقابل أذاهم بما يكون أكثر منه وإنما يرضى بقضاء الله ويصبر على عباد الله وإن ترقى إلى أن يعفو عنهم ويتجاوز عن أخطائهم فذلك أعظم لأجره كما قال جل وعلا عن الجنة وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكما قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقد يتجاوز الإنسان ذلك ليصل إلى مرتبة أعلى ألا وهي أن يحسن إلى من أساء إليه ليحصل بذلك على إحسان رب العالمين قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وفي الآية الأخرى قال سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ولم يقل بالحسن وإنما قال بأحسن يعني بأفضل أنواع الإحسان ومن هنا فإن المرء ينبغي به عندما يتعامل مع الخلق أن يستشعر أنه يتعامل مع الله جل وعلا فيتعامل مع أهل بيته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وأملا في رضاه جل وعلا ليكون ذلك مما يصلح حاله ويرضي ربه ويجعل له العاقبة الحميدة في دنيا وفي أخرى